السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم المتنوعة مهلا بيب انتشرت مبارح على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو لسمكة قرش بتهاجم سائح روسي ويبتلتهمه والمنظر كان مؤلم جدا ففي حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنوضح بعض الحقائق عن أسماك القرش وطرق النجاة من هجوم أسماك القرش بس حبة قبل مبدأ أوضح لحضراتكم point كده ان احنا ياريت دايما وإحنا نازلين ندعي بالدعاء ده ونحفظه لولادنا الدعاء بيقول إيه بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الدعاء ده جميل جدا يا جماعة نتعود دايما نقوله حتى لو خرجين من البيت عادي يعني مش رايحين بحر أو حاجة أي مكان مجهول رايحين عليه أو نازلين من البيت أي مشوار نتعود نقول الدعاء ده ونحفظه لولادنا اللي دايما بيبقى في معيات الله إن شاء الله ما بيجرلوش أي حاجة وما بيأذهوش شيء ودلوقتي خلونا نبدأ التحذيرات أول point المهمة اللي معينا النهاردة على طول أول point معينا إن ما فيش حاجة اسمها البحر ده ما فيهوش قروش ما فيش بحر ما فيهوش قروش القروش بتعيش في المياه البردة والدفية ده حتى الأنهار ممكن تلاقوا فيها قروش وكمان ما تصدقوش أي حد يقولكم إن القروش ما بتحبش لحم البشر لأن القروش بتاكل أي لحوم حتى لو لحوم نفسها ما كانت معينا هي إن الميكوب والكريمات سواء بقى كريمات الجسمة أو كريمات الشمس ومزيلات رائحة العرق والحاجات اللي روايحة نفاذة دي كلها بتجذب القروش فنحاول إن إحنا نستخدم حاجات ما يكونش ليها روايح أو على الأقل روايحة ما تكونش نفاذة وتالت point هي حاجة برضو مهمة جداً لها علاقة بالروائح وهي إن الدم والبول ليها روايح جذبة جداً للقروش فلو حد تجرح حتى لو جرح صغير أو لو عندك أو عندك أي انزيف فأيا كان مصدره أو أسبابه يبقى نخرج من البحر فوراً أو ما ننزلش البحر أساساً لو الجرح أو النزيف ده حاصل من قبل ما ننزل الميا وكمان برضو رابع point مهمة جداً بالنسبة لموضوع الروائح ده وهي إننا ما نرميش أي بقايا طعام أو شراب من أي نوع في البحر الناس اللي بتنزل للبحر بسندوتشات أو اللي بترمي أكياس الشيبسي والبسكوت الكلام ده كله غير إنه طبعاً ملوس للميا إلا إنه كمان بيجذب القروش بشكل كبير جداً وخامس نقطة معنا هي إننا نحاول ما نعمش في مكان إحنا مش شايفين عمق أوقاع الميا فيه كويس وما فيهوش سباحين حوالينا لإن القروش ممكن تطلع في المياة الضحلة أو يعني المياة اللي فيها عقارة رامل أو بمعنى أوضح قرب الشواطئ وكمان نحاول إننا ما نعمش جوه المياة لمسافات طويلة عشان مش شطارة هي إننا نقرب من الخطر وخصوصاً يا جماعة لو معنا أطفال فمهما كنت شاطر في السباحة الخطر في حاجة زي القروش ملهاش كبير وما فيهاش هزار وسادس نقطة معنا هي إننا دايماً ناخد معنا نضارة بحر عشان نقدر نبص تحت المياة وقت الضرورة وسابع نقطة هي إننا ممنوع نلبس أي حاجة بتلمع في المياة سواء خواتم، دبل، ساعات، خلخال، أساور أي حاجة بتلمع؟ لأ كمان لو حسنا وإحنا بنعوم إن فيه موجة حصلت فجأة دفعتنا من تحت الفوق نخرج من المياة فوراً وياريت الناس اللي بتفضل تطرتش في المياة وتعمل قلق وربك على سطح المياة تبطل الحركة دي وطبعاً ما نهزرش الهزار السخيف بتاعي الحقوني بغرق أو الحقوني قرش عشان وقت الجد محدش هيصدقك ولا هيحاول ينقذك بسبب الهزار السخيف ده وتسع نقطة معنا هي إننا ممنوع نغوص أو حتى نعمل سنوركلينج لوحدنا أبداً ولا ننزل نعوم أو نعمل دايفينج أو سنوركلينج في مكان ما نعرفوش لازم يكون معنا بحارة أو سبحين عارفين المنطقة كويس جداً ونكون لابسين غيمق وما نقربش قوي من الشعاب المرجانية ويكون معنا رمح أو سكينة أو عصى حديد مدببة ندافع بيها عن نفسنا وقت اللزوم ومهما شفنا من أسماك جميلة أو أي شكل من أشكال الحياة البحرية الجميلة في المياة برضو ممنوع نلمسها أبداً أو نستفزها لأن في حيوانات في المياة بيبقى شكلها مسالم زي الدلافين أو السلاح في البحرية لكن لو استفزناها أو دايقناها ممكن جداً تقتلنا أو على الأقل تهاجمنا وتأذينا بحاجة زي البطر لقدر الله ومهم جداً يا جماعة قبل أي مصيف أننا نقرأ كويس عن الحياة البحرية للمكان اللي إحنا رايحين نصيف فيه وأنواع القروش هناك وعشر نقطة معانا هي أننا ما نستهترش بأي لافتة مكتوب عليها ممنوع السباحة وما نستهنش بصفارة حارس الشاطئ أو رجال الإنقاذ سمعنا الصفارة يبقى نخرج فوراً وكمان نخلي بالنا أننا ما نعمش قريب من مراكب الصيد أو الصيادين وآخر وأهم نقطة معانا بالنسبة للموضوع ده هي أن لو لقدر الله حصل أن سمكة قرش مسكت حد فعلاً فأسلم وأسرع طريقة يتخلص بيها منها أنه يحاول يمسك عينيها أو خياشمها أو يضرب مقدمة وجهها وياريت لو برومح أو عصى معدنية مدببة أو حتى بصخرة بحرية وهي وقتها مش هتستحمل وهتسيبه فوراً ويحاول ساعتها أنه يوصل للشط بأكسى سرعة ممكنة بس من غير ترتشى وفي نفس الوقت يخلي عينه عليها وما يديهاش ظهره عشان يلحق يدافع عن نفسه لو رجعت تهاجمه تاني كمان ممنوع تماماً أنه يتظهر بالموت قدام السمكة لأن ده يخليها تعتقد أنه فريسة سهلة وتهاجمه بشكل أقوى ولو السمكة هجمت فاردين يخلوا ظهرهم لضهر بعض عشان يحموا بعض ويهاجموا السمكة لما تعجي من قدام وشهم ونفس الكلام طبعاً لو مجموعة نخلي ظهرنا لضهر بعض ونحمي ظهر بعض ونحارب السمكة من وشنا وبكده انتهت معاكم تحذيراتنا وانتهت معاها حلقتنا النهاردة وربنا يسترها إن شاء الله وما نمرش بموقف نحتاج فيه التحذيرات دي أبداً يا رب ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو شير الأكبر عدد من حبيبكم وقريبكم وزميلكم لأنه فيديو مهم جداً في التوقيت الحالي وإحنا دخلين على موسم المصايف وكمان اشتركوا في القناة عشان يصلكم كل فيديو مفيد نعمله إن شاء الله وتفرجوا على الفيديوز اللي ظهروا قدامكم على الشاشة أشوفكم في فيديو جديد مهلا بيب باي باي